سأحفر رقم كل قسيمة أرض سلبت على زيتونة في ساحة الدار أعود بذاكرتي عندما اخترت دراسة الزراعة في الجامعة الأمريكية في بيروت كمهنة وكطريقة حياة ربما لأنني كنت أشعر أن شجرة زيتون اقتلعت من أرضها فلسطين وظلت تبحث عن جذورها وأذكر أيضا عندما اقتلعت مرة أخرى من لبنان الحبيب عندما انطلقت بنا السيارة إلى المجهول إلى عمان بعد سنة من زواجي بحسن زميلي بالجامعة كانت تلك السيارة كل ما نملك فقد اشتاحت إسرائيل لبنان ليلة عودتي من شهر العسل وفقدت العملة قيمتها وفقدنا كل مدخراتنا إذن انطلقنا إلى محطتنا الجديدة صفر اليدين ثروتنا هي بجانب تلك السيارة الصغيرة العلم الذي اكتسبناه والإيمان القوي بالقول تفائلوا بالخير تجدوه ومضت السنون في عمان منحتنا بالصخر وكونا أسرة لكننا كنا دائما ننتظر الفرصة للقيام بواجبنا نحو فلسطين وحدث في عام 2000 عام الانتفاضة أن بغدتني ابنتي الصغيرة مريم بسؤال لم أتوقعه شاهدتني أبكي مع فلاح فلسطيني طلعت أشجاره ذات المائة عام وسألتني لماذا يخلعوا هذه الشجرة؟ أريد أن أسمع رأيهم هنا ففكرت قليلا وقررت أن أكون موضوعية وقلت أنهم يقولون أنها أرضهم وأنهم أحرار فيما يفعلون بها قالت هم يكذبون صح؟ هم يكذبون لأن الذي يخلع الشجر لا يحب الأرض فعلا في ذلك العام اشتعلت الحرب المحمومة ضد الأشجار اقتلاعا وسرقة وحرقا ومع كل الشجرة اقتلعت كان غضبي يشتعل فقد كنت أحتسب كل دقيقة شجرة تقتلع في بعض الأيام قررت أن أحول غضبي على عمل وأن أشفي هذا الألم وعهدت نفسي أن أعيد زراعة هذه الأشجار فأطلقت مع عائلتي ومع أصدقائي مبادرة جديدة مبادرة مقاومة خضراء شعارها يقلعون شجرة نزرة عشرة وفي عام 2003 أسست المجموعة العربية لحماية الطبيعة بعد 25 عاما وألاف المتطوعين وبدون أي تمويل أجنبي لأننا نعتقد أن التمويل الأجنبي هو للهيمن علينا وعلى شعوبنا استطعنا أن نزرع ونفعل نصرا في أول المقاومة أن نزرع ثلاثة ملايين ومائتي وخمسين ألف شجرة مثبرة لـ 47 ألف مزارع يُعيلون أكثر من ربع مليون نسمة حققت أهدافا هذه المبادرة واجهنا إنعدام الأمن الغذائي المسلوب واجهنا التغير المناخي فملاييننا هذه تمتص سنوياً خمس ملايين كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون والمهم جداً أننا منعنا مصادرة الكثير من الأراضي لأن العدو الصهيوني يستعمل قوانين جائرة لمصادرتها منها قانون عثماني قديم يقول تصادر الأراضي الغير مزروعة مع أنه لا يسمح للمزارع الفلسطيني أن يصل إلى أرضه ويزرعها ومن الجميل حقاً أن هذه المبادرة مكنتنا جميعاً من نعيش خارج فلسطين ومنهم أنا أن يكون لنا شجرة هناك متبنى تنتظرنا عند العودة وأذكر أن صفاً ابتدائياً صغيراً في الأردن جمع مصروفه ليزرع شجرة واحدة بخمسة دنانير في فلسطين لتنتظره أيضاً أحسسنا أننا نجحنا عندما اشتعل غضب المستعمرين واتهمونا أننا نسرق أرضهم يهودا والسامرة وهم نيام ولجأوا إلى حكومتهم وزودتهم بمسيرات لتعيق عملنا لقد قررنا بعد فترة أن بجانب زراعة الأشجار يجب أن نحاول أن نوقظ الضمير العالمي النائم أو المجرم فاقتحمنا المنابر العالمية والإقليمية المعنية بالبيئة والزراعة وفرضنا بحث موضوع عسكرة الغذاء وإنعدام الأمن الغذائي في ظل الحروب والإحتلالات وهذه العناوين لم تكن تبحث كانت محرمة البحث فيها وحققنا انتصاراً وخرجت أطر تبحث في الموضوع واقتنع العالم أن لا شرعية لإستعمال الغذاء كسلاح ولكن كما تعلمون فقد استمر دعم الإبادة البشرية والزراعية والبيئية في فلسطين فأطلقت مقاومتنا حملات طارئة جديدة منها حملة إحياء مزارع غزة التي كان شعارها أو هو شعارها حالياً التجويع سلاحهم وزراعة مقاومتنا وأحب أن أريكم فيلماً صغيراً قل من دقيقة حول هذا أنا كل يوم أحس حالي كأني مقموبة مش قادرة والله كأن جدار اليهود عرقاً متى محتوم لكن لما انزرعت الحمد لله تنعنشت تحسيت كأني مبسوطة والله العظيم محياتك يا الله هذا في غزة غزة العزة كأنك جايب صجرة ناشفة وفتسقى فيها من جديد كأنها بتطلق من جديد لأننا قابل كنا يأسين مش قادرنا تطلع في الحمامات مش قادر أزرع أول جمعية دقت علينا الباب وساعدتنا وحاولت تساعدنا الجمعية العربية لحماية الطبيعة والله ما جمعية جتنا لأننا هي وبالله هي ما قدرناش نزرع لجمعية جتنا قابلها ولا بعدها وجزاهم الله خير ودونا للشتل في وقتنا ما اللي بدنا هي سبت ووريت العالم ووريت الجمعية ووريت الإقوان ووريت اللي بزرعوا معايا ووريت الكل إن هذا أنا بزرعوا بحاول أزرعوا بحاول أن أعيش الأسرة والفرقبة والطنيات الصغار لكن لما انزرعت بقولها يا رب الله يكرمنا زرعنا في هذه الحملة حتى الآن ألف دنم لخمسمائة مزارع أنتج دنم خمسة ألاف كيلو من الخضار أي نحن زودنا غزة العزة بخمس ملايين كيلو من الباذجان والبطاطا والخيار والبندورة والفاصولة والثوم والبصل وإلى آخر هذا مع غياب أي دعم دولي لغزة في هذا الموضوع أو إقليمي حتى كل المنظمات التي تعلمون عنها كانت غائبة في موضوع دعم المزارعين نعم اتصرنا في هذه المقاومة أيضا مع أنه ممنوع إدخال البذور إلى غزة ممنوع إدخال بذرة مندورة بحجم حبة السمسم إلى غزة إنهم يهابون بذورنا إنهم يخافون بذورنا أعلمت أيها الأعزاء من بداية دراستي أن الدول الإستعمارية لا تريد للإقليم العربي أن يزرع غذاءه كان ذلك جليا في مؤتمر دولي عقد في روما في أهم منابر الزراعة في العالم وكنت أمثل المجتمع المدني فيه وكان مخصصا للوزراء الزراعة العرب إذ صعد خبير أممي إلى المنبر وقال في جلسة الافتتاح يجب أن نعترف أن هذا الإقليم لا يستطيع إنتاج غذاءه فغضبت ورفعت يدي محتجة فلم أعطى الكلمة فقام وزير تونسي كان وزير الزراعة آنذاك ورفع يده وقال إنني أعطي دوري لسيد رزان لتتحدث ثم رفع يده وزير اللبناني آنذاك وقال وأنا أيضا أعطيها دوري فهي تمثل ضمائرنا هنا فعطيت الكلمة ووقفت وقلت إنني أرفض أن يخرج هذا المؤتمر بأن هذا الإقليم لا يستطيع أن يزرع غذاءه هذا الإقليم قادر على زراعة غذائه وبموارده إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك بعدها استنتجنا أن غياب السيادة الغذائية هي غياب للسيادة بالكامل فأسسنا الشبكة العربية للسيادة على الغذاء وتضم 35 منظمة من الفلاحين والرعاء والصيادين لتبحث في هذا الموضوع وتدعو له أتعلمون ما الفرق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية؟ إن الأمن الغذائي هو أن يصلك غذاءك أيا كان المصدر يعني ممكن أن يكون هناك سجين يصله غذاءه ويكون آمنا غذائيا ولكنه سجين أما السيادة الغذائية فهي أن نزرع غذاءنا بسواعدنا وعرقنا وعقولنا وإمكاناتنا وثقافتنا وتوحدنا ووحدتنا وثقتنا بأنفسنا هذه هي السيادة الغذائية وبشكل أبسط لا تصدقوا أن زيت الذرة أحسن من زيت الزيتون زيت الزيتون المستوطن في هذه البلاد أظن أن بعضكم يذكر الإعلانات التي غمرونا فيها أن السيدة تكون أكثر رشاقة إذا استعملت للطهي زيت الذرة الخفيف إنني أيها العزاء أعاهد نفسي أمامكم أنني سأستمر في مقاومة الخضراء تحت شعار يقلعون شجر نزرع عشرة وحتما عندما تتحقق سيادتنا على غذائنا وسيادتنا على قراراتنا السيادية والسياسية ستجد جذوري مكانها في فلسطين حتى ذلك الوقت أذكر نفسي وأحب أن أذكركم أن روح هذه الأمة لن تموت والحديث الشريف الذي يقول إذا غرس مسلم غرسة أكل منها الإنسان أو الدابة أو الطير تكون له صدق إلى يوم القيامة وكما قال فلسطيني يوما ما دامت لي زيتونة ليمونة بئر وشجيرة صبار ما زالت لنفسي وسأقاوم وقاوم معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة